أهلاً وسهلاً مشاهديني الأعزاء مع برنامج حكوينا مع دينا في البداية بنحب نقدم تهناء للشعب المصري قيادةً وشعباً وتهناء خاصة وقلبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشرفنا اليوم ضفنا الشيخ عصام أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة نورتنا نور نوريك ربنا أخليك الأيام دي بيتسأل لنا أسئلة كتير زي كل سنة لماذا فرضت علينا الأضحية بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة بهنق الشعب المصري كله وكادةً وشعباً نخص بالذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فرضت علينا الأضحية امتسالاً لأمر الله سبحانه وتعالى سيد أمراهيم رأى حلم ورؤية الأنبياء حق واجب النفاذ فحلم أنه هو بيباح ابنه فامتسالاً لأمر الله سبحانه وتعالى أخذ ابنه على الجبل عشان يتباحه وابنه قال له إذا كنت ده وحي من الله أنا افعل ما شئت فستجداني إن شاء الله من الصبرين فأنظر الله عليه على سيدنا إبراهيم وعلى ابنه زبح عظيم وفدينه بزبح عظيم نزل عليه خروفين من السماء فدي لابن سيدنا إبراهيم ومن هنا أصبح اليوم ده احتفالاً بفدو سيدنا إسماعيل وامتسالاً لأمر رسوحانه وتعالى ففرضت علينا الأضحية امتسالاً لأمر الله وإجلالاً وتعظيم الله شعائره وتنفيذاً لأمر رسوحانه وتعالى صلي لربك وانحر يعني ربنا أمرنا في يوم العيد نصلي وبعد الدبح بعد ما نصلى نتباحه دي فرض الأضحية تمام ما السروط الواجب طوافرها للأضحية الشروط أولاً ثلاثة شروط تكون سريمة تكون ملكي يعني مش واحد ما سمعوش في رسوح يسترف عشان يضحي لا الأضحية تكون ملكي تكون مفهاش عيوب لا عرجاء زي ما سيدنا الرسول قال لا عرجاء ولا عمياء ولا هزيلة ما كونش يعني مش لقية كلها عظم وهروح أباحة تمام تكون سليمة ما تكونش ودنها مقطوعة ما تكونش عمية ما تكونش عورة ما يكونش القرون بتاع الكبش مكسورة دي الشروط الواجب الطوافرها تاني حاجة ودين مهمة الناس كتيرا بتخفى لها وحضراتكم لو بتلاحظوا في الأسواق أو في الناس بتتبع لحد دوقتي بتلاقي عجل صغير اللي هو اللباني ده اللي احنا قلنا عليه بتيله ده لا يجوز التضحية بيه ليه؟ لأن ده بيكون عمره من شهرين لثلاثة أو خمسة بكتير الوضحية بالنسبة للعجول والبقر والجمال العجول والبقر لازم تكون عدى على سنتين تمام الجمال لازم يكون عدى عليه خمس سنين الشرطين دول مش بتوفروا في تسعين في المئة من الدبيح بتاعتنا فالدبيحة بتتحول من تعتبر صدقة يعني ما بقيتش بقيتش عطحية بقيت صدقة إنما اللي بيتحرط دقة الخروف لازم يكون عليهم مرة عليه سنة طيب أنا هعرف إزاي هم عاش شهدت مناد آه ربنا عملوا شهدت مناد الخروف لما باجي أبص في سنينه هنا الأماميين في سنتين بتلاقيهم كبار عن البقية الصف السنين تعرفين ده عدى السنة اسمه تاني بين الجزارين أو الناس اللي بيتباحوا عارفين الدبح السنتين دول اسمه تاني فهنا عرفت إننا ده طالما السنتين دول ظهرين فيه بقى هو عدى السنة لازم يكون مرة عليه حول مرة عليه سنة الدبيحة البقرة لازم يكون مرة عليه خمس سنين وهتلاقي برضو نفس الموضوع السنين ده فدي شهدت مناد اللي تقدري بيها تعرفي إن الدبيحة دي كبيرة أو صغيرة أو سنها إيه إن جانب الجزار اللي بيتباح لحضرتك إذا كان جزار محترف وهو مهنته دي بيبقى عارف البيع ما تغديش بكلام البيع عايز بيع إنما اللي هيفيدك في ده الجزار أو والدك أو والدتي أو خصلا الجماعة بتواني بتواني حد يكون فهم في المجال شروط الأضحية السن والصحة والسلام فمي طب هل ممكن اتنين أو أكتر يستركوا في الخروف لا الخروف واحد بس أما البقرة أو الجمل سبعة ولكل واحد السبعة بيتقسم السبعة عليهم بالتساوي وبتحسب لقضحية خروف يعني ممكن سبعة قال لي إن البقرة بترمي لحم كتير والجمل بيرمي لحم كتير فبتقسم على السبعة إحنا اشتركنا في خروف وكل واحد خد الصبع بتاعه أو إحنا قسمناه على بعضنا بتحسب لي ضحية كنه ضحب أما الخروف أنا ممكن أضحي بخروف صغير أنا ما عنديش فلوس أجيب خروف كبيرة ممكن خروف صغيرة بس يشترك فيه إن عدل السن إنما البقرة أو الجمل لازم ينفع اشترك فيها لحد سبعة أفراد من واحد ممكن واحد مؤتد يجيب واحد لوحده لحد سبعة أكتر من سبعة مش مستحب أقل من سبعة ماشي وكويس أيهما المستحب أضحي بخروف أو بقرة أو جمل قدر مستطاع هو يفضل طبعا فدينه بزيارة العظيم الكبشي اللي هو نزل على سيدنا سبعين ده السن ده الصح يعني إنما ربنا أمرنا ما هو البقر والجمال والضقن اللي هو المعز والخروف يعني فيما معناها حسب الإمكانيات حسب الإمكانيات آه تمام كيفية توزيع الأضحية سيدنا رسول العلمنا اللي أتحبت أسم ثلاث أجزاء جزء صاحب الأضحية نفسه جزء الأهل وأصدقاءه معرفه وجزء الفقراء وفقراء الحي وكلما تحررت الدقة في الفقراء ممكن تتنازل عن التلت بتاعك هتأخذي صحب أعظم أكتر للفقراء أما القارب يعني حفظ عليهم وديهم اللي هم عايزينه عشان ما زعلوش منك يعني إنما الفقراء كلما كان فقيرا ومستحق فهو أولى يعني عندي اتنين فقراء بس واحد معهم عشر واحد مع خمس اللي مع الخمسة ده هو اللي استحق أكتر كلما كانت الصدقات أو الأضحيات للناس أشد فقرا تأخذي أشد جزء يا ربنا يزيكي خير أكتر بكتير تمام في الفترة اللي هي قبل العيد دي بتكتر المشاكل شوية بين الزوج والزوجة حال يا طرى ده بقى عشان الزوجة هي اللي نكادية ولا الزوج هو اللي نكادية لا الزوج بخيل الزوج عايز يهرب من العيدية عايز يهرب من الدبيحة عايز يهرب من العديات للأقارب وكلام ده فهي بيعمل إيه ينكد عن أمراته ويغضبها بيبقى عند أهلها يتعدي العيد وبحبك وهتزرطرك ونحن رجحها لبيت طبعا بيهزر حضر كما يكون داخل العيد بيبقى فيه متطلبك كتير عايزين لبس الأولاد وعايزين عديات وعايزين عديات الأقارب بيوفر لا مش بيوفر بيبقى طبعا انت عارفة ان الزروف المادية معظمنا على قد حالوي يعني أكيد فبيبقى عنده توتر عصبي فأي كلمة هم متوتر أو هم تنرفس بيسوق فيها وقولك برك يا جامعة خلاص بقى لو غد بتققى ما تجيش هلا بعد العيد فمنها انه هو فاشغله ومنها انه هو ووفر العيدية انما هو معظم مشاكل بتبقى رجعة لان الحالة الاقتصادية بتبقى تعبانة في التوقيت ده وهو تفكيره منصب ان يجيب عديات منين وجيب لبس منين وكلام ده فبقى زهن مشتت أو هو أساسها نيرفز هو ساير منجوه ساير عايزة أوفر كل محتاجاتي وأنا إيدي قليلة بس ما فيش امتنين وتلاقي الزوجة تقولك ايه ده فلانا جايبا لها كذا وفلانا جابت فستان كذا وفلانا راحت للقوافير وفلانا وانت ما عدني وانت كذا فبيحصل وقفتي جافت كذا شمعنا أنا اه انما ملهاش علاقة بالسحر ملهاش علاقة بها بس بتبقى جايب النرفاز وديت الخل بما أن العيد بكرة ان شاء الله والفصح والخروجات بتزيد ايه هي أحب الأماكن اللي حضرتك بتحب تروح تزورها في الفترة دي او بتحب تروح تستجمع نفسك فيها تاني لأ أنا عندي مكان بحبه جدا في كل قوات السنة مش في دلوقتي بس يعني أنا حضرتك عندي عشقة المتروح المتروح دي أنا مسميها متروح ترد الروح يعني اللي رايح المتروح دي لو هو عنده كمية اجتئاب وكمية طاقة سلبية بيرجع فرش جدا وحياة جديدة متروح فيها سحر متروح المرحومة ليلة مرات كان بتغني يا رايحين متروح جنيف حيو يا سكنين متروح جنيف حيو من الناس تمشي وتروح وانا سكن حيو من قتر جمالها ومن قتر الإصارة والتشوك اللي فيها كفاية مثلا ما نعرف اني عندها مثلا كهف الملح كهف الملح ده أزعم عن نفسي عن تغربة شخصية لما بروح في كهف الملح ده ساعتين اتنين بطلع منه أكني شاب صغير أكني رجعت عشرين تلاتين سنة وراء رطوبة فعلا زي ما بيقوله بيخرج الطاقة السلبية من الجسم كل الطاقة السلبية كل الرطوبة اللي في الجسم أكنك عملت حجامة أكنك خدت منشطات أوفر جدا وكلها فرش ونور من الحاجات طبيعية ما عملتش أي حاجة غيريني قعدت في الملح شوية دخلت كهف الملح ده بتطلع منه حاجة تانية خالص إلى جانب ما تروح تمتاز بحاجة جميلة جدا اللي معها عشرة جنيب يقضي أحسن يوم اللي معها ألف جنيب يقضي أحسن يوم يعني في متناول الجميع بلد أهلها مضيوفين جدا جدا ناس قرمة بشكل غريب وترحبين عرب تعارفين بقى العادات العربية القارم والقارم الضيافة وحسن المعاملة بلد جميلة جدا ما تروح فيها أكتر فط ممكن ناخد فيديو وبعدين نرجع نكمل كلامنا تفضل طيب إيه أكتر الأماكن اللي عجبتك وجذابتك فعلا فنطلح المشهد العظيم ده اللي بوح تفضل نشكوة الأطحية إن إحنا نطبح الأول بعدين نسلخ ما نسلخش زي ما هو عمل كده أيوة الأكتر الأماكن اللي عجبتك فنتروح رومل العجيبة طبعا عجيبة هي من أماكن اللي هي مالديف العرب أو مالديف العالم يعني هي فعلا اسمع لمسلم عجيبة وهي فعلا عجيبة جواها يرد الروح صف وشيت على فكرة يعني في عز البرد تحس إنها جواها جميل جدا في عز الصف جواها جميل جدا جميلة عجيبة وهي عجيبة فعلا بلاجها الأندلسية على فكرة ده belاج مجاني فعلى قد راوع العظم اللي فيه ده بلاج مجاني بلاج كربطرة بلاج خطير جدا جدا تقولي انت في الملديف فعلا ومجاني من غير بنشكر جهود الدولة على اللي عملته في الأماكن دي احتمت بها جدا المزارش مرسى مطروح من كم سنة ويشوفها النهاردة لا ده حاجة تانية فعلا ملديف يعني جزر الملديف اللي هي الأغلى جزر في العالم من تهياء المتروح أجمل هنا بكتير حضراتكم اللي عنده يوتيوب ويخش يجيب الصور بتاعت مطروح وصور الملديف هتلاقي جزر الملديف ما نجيش حاجة جميع مطروح بعدين أنا ممكن بألف جنيه معايا أروح أعود لتيومين في هناك بأقل ممكن بأقل ممكن بأدر أروح أغير جو بلد جميلة جدا في حاجة بقى مهمة جدا لفتت نظري هناك اللي ساسمار الشباب دلوقتي أقبلوا على مطروح يعني ببتدوا يعو ان الجمال ده بيباع الجمال ده مش ببلاش الجمال ده ليه سعر والجمال ده الناس محرومة منه كتير لبعد المسافة لقلة الوعي الإعلامي اللي إن إحنا عندنا للأسف الإعلام يعني مثلا لو شفنا الأفلام التركية هتلاقيها دايما بتجيب مناظر خلابة لبلادها بتسوق بلادها إحنا عندنا الإعلام مش مهتم مش كل الإعلام طبعا لكن بعض الإعلام مش مهتم بالأماكن الساحية أنا أقسم بالله أنا زورت بلاك كتير جدا زي ما تروح دي في العالم كله ما فيش يعني ما تروح تفوق أي مكان في العالم اللي ساسمار هناك بقى حاجة تانية خالص في شركة مثلا مثلا على مثل المسال أنا كنت في نقابة التطبيقين هنا في القاهرة في ندوة وبعدين لقيت إعلال لشركة اسمها شركة شاوش للعقارات فأخذت برو الشركة بأخرى يتكلم 100 متر أرض ب45 ألف جنيه على الصف أول من البحر حراسة بيقولك من أول ما تروح المكان بتسترم عقدك لحد ما تبني في حراسة تامة ما فيش حاجة اسمها العرب ما احترم العرب إنهما يجي يحط إيدهم على الأرض وياخدوها آه طب ليه النقطة دي فعلا كل الناس بتتكلم عنها إن العرب ممكن تحط إيدها على الأرض هقول لحضريك ليه قانون الملكية فيه مادة اسمها وضع اليد بنص القانون اللي قاعد في مكان 15 سنة أصبح ملكه طيب العرب دول قاعدين في المكان ده من قرون مش 15 سنة فباعتبرهم بالقانون إن دي ملكيتهم لكن لما أعيد تأسيس الأراضي وشركات اشتارت واستثمرت فيه شركات بتارضخ للعرب إنهما بيرجعوا لهم ويرضوهم علشان مبقاش مش مشاكل زي تسوية عرفية كده يعني مش بلطجة ومش في بعض العرب بياخدوها بلطجة اللي هو ما بيرضاش يديهم حقهم في الأرض أو الكلام ده لكن مع الشركات اللي هي سأسمعي خصوصا شركة شاوش دي أنا 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 الناس اللي ما قلت لهم عايزة أشوف الكلام ده على الواقع فوفروا لي وطويس من هنا وروحنا مع مجموعة من النقابة شوفنا الأرض أرض خلابة صحيرة انتي الهوى هناك أنا متهيلة لم نشوفش حد هناك بيمرض ودي حاجة شفتها فعلا إحنا عينينا في المستشفيات عندنا في القاهرة بتروح تلاقي عدد مهول من النعاية جميع أصناف المرض موجودة فما تروح تروحي المستشفى ما تلاقيش حد فيش أن الهوى هناك نقي جدا صحي جدا مناظر جامدة جدا الشركة بتقدم تسهيلات كتيرة جدا يعني الشركة دي عجبتني في حاجات أن اللي بتلاقيه في العقد وبيتلاقيه في البروشير بتالي إعلان بتروح تلاقيه عرضا الواقع أنا مش بعمل لهم إعلان أنا ما حطيتش رقم تريفونهم ولا قلت عليهم حاجة أنت بتشرح نموذك شاب اسمه صاحب الشركة شاب جنتل جدا راجل مهزف جدا صادق في كل كلمة بيقولها وما تلاقي الصدق في حاجة تعرفين الحاجة دي هتنجح الراجل ما بيقول لك طرى البحر يبقى طرى البحر بعيد على البحر يبقى بعيد على البحر بينك وبحر خمس داي يبقى بينك وبحر خمس داي مصدقية في الكلام والعروض اللي بيارد ما فيش نقاش يعني أنا أنا كنت أنا حابب بس إيه أشوف الكلام ده صح ولا غلط أنا مهتم بمطروح أنا بحبها جدا أنا بقول لحضرك أنا في السنة ممكن مثلا ما فيش شهر يعدي لازم أعود تلات أربعة يام هناك نتيجة شغلي أنا بكتب أنا راجل كاتب وشيخ ومعالج بالقرآن فالاسترخاء والسكينة دي شيء مطلوب بالنظام فبالإيش الكلام ده أجمل مطروح فبروح مطروح أكتر من مرة فأنا مسميها فعلا مطروح ترد الروح يعني دي مقولة يعني خالدة عن مطروح ما روحت وشفت على الأرض الواقع سستارق بيقدم إيه من الخدمات التسهيلات اللي بيقدم أنا صورة عن مطروح للشاشة دلوقتي ممكن نتفرج عليها دي ممكن تعلق على الصور بقا آه طبعا دي عجيبة مثلا دبلاجة عجيبة صخرة اللي هي دي رمز الرومانسية واللي عنده تبلد في المشاعر والإحساس لما بيشوف المنظر ده تتفكي يعني آه لا أكيد لو خطيب يقول حاجة كده وديه نكد أبا مسؤوليتي يعني من أجمل بلدان العالم من أجمل أمكان العالم عجيبة دي حاجة يعني توحفة يمتاز بقا جواها أن الشمس 24 ساعة سطح عليها بدون لسعتها الحاجة اللي لما كنت حدش بيخد بلا لما يكون الشمس استطيعها في منظر ده 24 ساعة لازم هتبقى حر جدا أو لا ساعة لا أنت بتبقى موجودة ما فيش ما تحسش بالشمس الشمس من ورديني كلها بس تحس الجو ربيعي جميل فيها آه ما فيش كمان الرطوبة في اسكندرية فيها رطوبة كتير لا دي مفيش رطوبة هناك نسبة الرطوبة قليلا ما بتزيدش عن 20% اسكندرية بتوصل لـ 80% و 70% دي ما بتزيدش عن 20% لما يكون رياح جاية شمالة شرقية من المكان دي بانيزة بتبقى رطوبة علي فلا دي ما شاء الله يعني ورومل يعني حاجات جميلة جدا آه بتمنى من كل الشباب اللي عايزة استثمر آه معاقرشين وعايزة استثمر فيهم يروح آه مطروح يعمل يشتري شقة يبني ياخد أرض للمستقبل ويبني عليها مشروعه وشركته ومكانه آه مكان جميل صالح لكل البيئة الاستثمرية سياحة علاجية موجودة آه سياحة أصار عندك رومل والحرب اللي عايزة تعرف في تاريخ الحرب العالمية التانية فيه متحف موجود هناك آه بيعرفك كل حاجة عن الحرب العالمية آه أعداد الموتى البلاد اللي كانت مشتركة في الحرب بعض الرفاة منغودة بعض الأسلحة اللي كانت بيستخدم نزاك آه دي سياحة آه طرفهية فيها السياحة العليجية اللي هي أنا اللي عروحها في الملح ده آه بعدين فيه سياحة طبية وفيه سياحة قبائلية اللي هي اللي عايز يشوف الحياة البدوية الحياة البسيطة بتاعة الزمان دي اللي بدون كهرباء فيه أماكن هناك ممنوع فيها الكهرباء ممنوع فيها التلفزيون ممنوع فيها الموبايل آه دي كرة معمولة سياحية للناس اللي عايزة ترجع للطبيعة مفيش موبايل مفيش كهرباء مفيش على دوق الشموع عايشين فده جو في منتهر ومنسية ويرجعك طاقة جمدة جدا السياحة العالجية لما بروح مثلا زي كهف الملح ده لو أنا بقول لك حضرتك عندي أمراج جلدية عندي طاقة سلبية عندي خمول عندي وجع في العضلات عندي تكسير في الجسم ده فأقل من ساعتين بتطلعي يعني مخصولة ما تماما مفيش الكلام ده آه عندك مثلا سياحة اقتصادية عندك سوق الليبيا ده في بضائع آه يعني أقولك ايه بنص التمن مثلا حاجة اللي في القاهرة مثلا أو في أي مكان ببنية هتلاقي هناك بخمسين تمام فأنا اللي رايحي صيف مش رايحة مش هيضيع وقت لا بجهز بنتي عايزة جيب لبس النفسي عايزة هيروح سوق الليبيا في كل ما يخطر في باب سياحة علاجية علاجية وقتصادية آه آه لا اللي عايزة استثمر يروح شركة الشاوش على دمام تانو على مسؤوليتي يروح أنا بقول لحضرتك كمان بنوجه دعوة لكل الشباب اللي عايزة استثمر الناس اللي هما محدود الدخل أو اللي هما دخلهم بسيط النهاردة ما نسمع شريب بـ 2 مليون و 3 مليون لا ده أنا ممكن بـ 100 ألف بـ 45 ألف كمان هشتري 100 متر ده تروح تستثمر آه بـ 100 ألف يعني بحاجة و 50 ألف يعني متر أنا لو معي لأسف معيشة بروشير بتاعهم كان فيه المتر بـ 450 جنيه يعني لو أنا مثلا مدخن وهبطل السجاير دي لمدة سنة هجيب لك لو وفرت 20-25 جنيه في اليوم هوفرهم أقدر أجمع 8 ألف آه بتدفع مثلا النص اللي هتفع 20 ألف هتفعهم وتمع علب السجاير هوفره كل يوم هقدر أشتري بـ 100 متر أعمل عليها مشروع حياتي شاليه عايزوا ماشي مصنع صغير كده محدد على قد شقة أتجاوز فيها ماشي نبعد عن زحمة القاهرة احنا أنا مش عارف احنا ليه ربنا ادانا الخير ده كله والجمال ده كله ومتمسكين ومكردسين في قلب القاهرة اللي اتخانئت أنا بحب أشكر سيدة رئيسة الفتح السيسي اللي اهتمام اللي عمل بقاهرة قاهرة تخلقت من جديد مجموعة الكبار اللي اتعملت في المطرية وفي الزاتون وفي المصر الجديدة والعاصمة القدرية الجديدة لو لا الكبار دي ولولا التوسعات اللي عملها في الشوارع دي كانت القاهرة خلاص اللي يروح مشوار في خمس دقيق ياخده في ساعتين تلاتة لان ما فيش يعني قبل الكبار دي كانت حاجة والنهاردة حاجة تانية اللي نزل مصر جديدة النهاردة اللي من نزل لمدينة نصر فرق شاسع فانا بحي الجيش وبحي سيد فتح السيسي وبشكره على جهوده الجهود اللي ممكن محدش من القاهرة مثلا من بره ما يحسهاش لكن لما يشوفها ولما يجي يكون عنده مصلحة في القاهرة ولما يجي يكون رايح لعصامة الإدارية تفرق معي تفرق جامد اللي رايح لمجمع التحرير بتسهله طبعا الدنيا معايا والطرق تجارة أنا تاجر عايزي وصل بضاعتي مثلا من من الكرة من الضمنهور من هنا ووديها سوق العبور ما بقيتش الزحمة بتاعت زمان دي اللي أنا أخد لا اللي بريكله عملت شغل كويس جدا في القاهرة وعملت شغل كويس جدا في مطروح أنا بقولي اللي قبل كده ما منزلش مطروح من خمس ست سنين يبص النهاردة مطروح عاملة ازاي مطروح بقت جنة جنة الله في الأرض اتغيرت فعلا اه يعني النهاردة لما تيجي تقارني بين مرسى مطروح وشرم الشيخ أعتقد المنافسة هتبقى المطروح أكتر يعني ما شاء الله المشروعات اللي اتعملت هناك وطيبة أهلها طيبة أهل مطروح هم طيبين بالفطرة ومضيفين بالفطرة الطفطف ده اللي البنات واللي بلكبوت دي فسحة جميلة جدا للصغار فسحة جبوت بلاش ايه ايه خمسة جنيه ولا اتنين جنيه ولا يعني معاي عائلين ثلاثة هاركة بتفسح بهم بيلففك المنطقة حاجة رمزية حاجة رمزية ومبهجة جدا الأطفال بتحبها جدا يعني السمك هناك شوف السمك هناك في مصر بروش طعمه وبكامل كيلو شوف السمك هناك بجماله وطعمه ده وبكام ربع السعر ربع للفرق من هنا ومن هنا مصورة اه لا مطروح هتبقى هي مستقبل مصر من الساحة شاسعة اه مناظر خلابة اصعار في متناول كل حد انا بنصح اي حد اي حد عايز يعني يستسمر يسكن يصيف عليك المطروحة وعلى ضمان تاني اروح على شركة الشاوش شركة الشاوش العقرية دي حاجة يعني مصدقية وبعدين الاستاذ طارق كان في الندوة بيكلمني بيقول لي انا عايز اعمل حاجة اجمع النقابات بتاعة مصر كلها في مكان واحد فقلت له ازاي يعني انا عايز ما بيعش للمواطن العادي يعني انا عايز اعمل مكان كده للنقابات نقابة التطبيقين نقابة التجاريين نقابة الصحفيين نقابة المهندسين جميع النقابات يبقى البيع من خلال النقابات دي فكرة من التجميع دا التجميع دا حضرك النهاردة انا لما بيحب اعمل اي مصلحة بلف اللي في القادرة مثلا يروح مجمع التحرير او يروح ادارة كذا او ادارة كذا لكن المجمع دا هيبقى كل حاجة فيه اللي هو بيقولك شباك اليمون واحد او شباك الطلب الواحد يعني انا بدلا ما انا مثلا بعمل رخصة مباني لازم اروح الحي وبعدين لازم اروح وزارة المساحة ولازم اروح ما اعرفش فين واجيب كلمة ايجارية واجيب كلمة تقدرية لا ما يبقى في مكان واحد طب في نهاية حلقتنا اه ما انا حضرتك من عشاك مطروح تحب توجه كلمة الاهالي مطروح وتقولهم ايه اه ربنا يبقى تكون مطروح وحافظوا عليها وابنوها وعمروها اكتر واكتر مطروح تستاهل انكم اكتر من كده بكتير وانتو تستاهل مطروح اه انا بعتقدها جنة طلب في الارض حافظوا عليها وانا لما اكون في وسطكو بابقى حاسة نفوست اهلي بابقى سعيد جدا بمطروح اهل مطروح واتمنى من الله اني مطروح تاخد حقصها على الخريطة الاعلامية بتاعتنا مطروح حد يبقى عنده عجيبة وحد يبقى عنده رومل وحد يبقى عنده الشطي قولوبطرة ده وكهف الملح والاندلوسية وما يصلتش على الدوق ده لو كل برنامج اللي هي البرامج الخاصة بالسياحة اه او كل مسلسل او كل فيلم صورنوا مشاهدين ثلاثة في مطروح دي نبرز اهم الاماكن اهم الاماكن اللي فيها احنا في مصر بلد كل حاجة فيها جميلة بس احنا لأسف بنعرض مسلسل تركي بنبهر بالجمال بتاعه واحنا سمين جمال بلدنا بيش مهتمين به عشان محدش وره هنا اللي في القيارة يا ربي عرف ايه عن مطروح اسعدتنا يا شخصان ده شرف دينا وانا سعيدة نكون في اول حلقة معك يعني اتمنى لك التوفيق والدوام للنجاح ان شاء الله من نجاح لنجاح استنونا ان شاء الله في حلقة قادمة مع برنامج حكوينا مع دينا